لمزيد من المتابعة تنضم إلينا شبكة مراسلين من إسلام أباد إسماعيل مطر ومن تونس بلال مبروك ومن عمان داما الكردي أبدأ معك إسماعيل يعني آخر الإحصائيات في باكستان وما هي الإجراءات الجديدة التي اتخذت الحكومة بشأن الحد من التشاري فيروس كورونا هناك نعم أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الإصابة في باكستان بفيروس كورونا إلى 4339 حالة توفيت منها 63 حالة حتى الآن هذا مجموع الحالات التي توفيت منذ بدء أزمة كورونا وانتشاري في باكستان حتى الآن عدد الذين تماثلوا إلى الشفاء 467 حالة الجيش الباكستاني والجيش الصيني عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت اجتماعا افتراضيا بمشاركة خبراء في المجال الطبي لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا الحكومة الباكستانية من جانبها قامت بتحرك آخر حيث أجلت الحكومة 136 مواطنا باكستانيا من الباكستانيين الذين كانوا عالقين في العراق بسبب فيروس كورونا على متن رحل خاصة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية ليوضعوا بعد ذلك في فترة في باكستان في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاء من هو مصاب والكشف عن غير المصابين الأسواق بصفة عامة في باكستان مغلقة إلا البقالات ومحال السلع الرئيسية حتى هذه المحال حتى الآن طبع حواجز لعدم اكتغاض عدد ابقى معي إذن هذه الصورة مع إسماعيل مطر من باكستان سأذهب إلى تونس مع مراسلنا هناك بلال مبروك إذن بلال كيف تبدو الإجراءات الوقائية التونسية هناك وما هي آخر الأحصائيات لديك؟ نعم والآخر الأحصائيات نحن بانتظار تحيين من قبل وزارة الصحة التونسية ولكن آخر أحصائية هي واعدة في الحقيقة خمس حالات فقط في الـ 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الجملي 628 حالة مع 24 حالة وفاة للأسف باعتبار حالة جديدة ونحن ننتظر تحيين وزارة الصحة وبلاغ وزارة الصحة اليومي لجهة الإجراءات بدأنا نلاحظ حتى بالعين المجردة امتثال بعد إجراءات الحكومة التونسية أمس يعني إجراءاتي كانت الحكومة سعدت من هذه الإجراءات أعلنت عن عقوبات مالية صارمة تجاه كل من يكسر الحجر الصحي العام وأيضا قطعت الطرق بين المدنة التونسية وأيضا عزلت المدنة التي تعتبر مدن موبوءة عزلتها بالكامل والغالب أن السلطات التونسية ستسعد ربما في هذه الإجراءات إذا لم يمتثل المواطنون في الأربع الليام الحالية نذكر أن اليوم هو يوم عطلة في تونس باعتبار أنه يوم التاسع من أفريل يعني يعتبر عيدا للشهداء الحكومة التونسية أقرت أن يوم غدا سيكون يوم عطلة استثمائية مع السبت والأحد العطلة الأسبوعية وبالتالي ربما الحكومة التونسية ستحاول خلال هذه الأربع الأيام جس نبض الشارع ومدى التزام للشارع مع أغلاق كل المؤسسات الحكومية البريد والبلديات وكل المؤسسات ستكون مغلقة طوال هذه الأربع الأيام ما دفع الحكومة التونسية في الحقيقة لاتخاذ هذه الإجراءات هي مشاهدة الاكتظاثة التي تم تسجيلها في بداية هذا الأسبوع وفي بداية الأسبوع الماضي خاصة أمام المكاتب البريد وأمام البلديات جراء المنحة التي صرفت وزارة الأسئول الشمعية العائلة بلا الإبقى معي سعود إليك خوفا أو تحسبا لأي مفاجآت غير سارقة تطرف الأسبوع القادم إليك وائل سنتعرف أكثر على هذه الإجراءات أيضا الاحترازية مع دام الكردي هناك من عمان إذن دام ما هي الإجراءات الاحترازية الوقائية الجديدة هناك وكم عدد الإحصائية حتى هذه اللحظة وائل سجل بالأمس خمس حالات ما يعني وصول عدد الإصابات المؤكدة إلى 358 حالة في الأردن وست حالات وفيات أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية فلا زالت الحكومة تفرض حظر التجول للمواطنين وتسمح لهم بالتسوق مشيا على الأقدام من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء في حين بعد قليل الساعة السادسة مساء بتوقيت الأردن سيبدأ المواطنون بالدخول في حظر التجوال شامل إلى صباح يوم الأحد بينما حملت التصاريح سيستطيعون التحرك إلى الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة الثانية عشر ليلة السبت على يوم الأحد ما يعني بأن هناك حظر تجول شامل سيكون خلال 48 ساعة وذلك لإعطاء مزيد من الفرصة لفرق التقصي الوبائي بتتبع الحالات هناك حالتان لازالتان مشهولتان مصدر وهاتان الحالتان تشكلان أرق بالنسبة لفرق التقصي الوبائي للوصول إلى المخالطين لهم من جهة ثانية وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني بضرورة محاولة عودة الحياة تدريجيا لأن هذا الحظر بالتأكيد أثر على العجلة الاقتصادية فقد أصدر وزير الصناعة والتجارة منذ قليل قرار بفتح بعض الصناعات التي تتعلق بالمؤسسة العامة تتعلق بالغذاء والدواء وغيرها من المؤسسات بعشرين بالمئة فقط من عدد العاملين ومع التقيض بإجراءات السلامة العامة شكرا جزيلا لك دام الكردي من العمان كنت معنا وبلال مبروك مراسل غد من تونس وإسماعيل مطر من إسلام أباد أشكركم شبكة مراسلين وسنتواصل معكم كلما جدا جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر